اشتركوا في القناة في تقسي اليوم وتزيل تراجع نسبي في درجة الحرارة بالشمال وبالوسط ارقام ظهرا كانت من بين 18 إلى 22 درجة وفي ولاية الجنوب توصلت تقريبا في نفس المستوى ودرجة الحرارة كانت من بين 22 إلى 27 درجة وميزات تقسي اليوم نشوفهم كل عادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء وظهور مجموعة من الصحب المرتفع على كامل البلاد تقسي اليلة بشكل مغيم جزئيا في اغلب الجهات إلى كثيفة سحب في عدد من الولايات الغربية مع امكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية درجة الحرارة قد تكون من بين 11 إلى 15 درجة وتصل إلى مستوى 18 في الجنوب الغربي للبلاد خلال اليوم الغد ان شاء الله بش نبقى معني بنفس الخصيات تقريبا تقسي يكون مغيم جزئيا إلى حيانا كثيفة سحب ودرجة الحرارة قد تعرف تراجع نسبي مقارنة بالأرقام لميزة ظهر هذا اليوم كل عادة نقدموكم بقراءة سريعة درجة الحرارة قصوى المتوقعة خلال اليوم الغد نتوقع تزيل 19 في تونس الكبرى قد نسجل 17 في جيهة وتلقب 16 في زغوان 19 في أقصى الشمال في بنزرت في مناطق الشمال الغربي درجة الحرارة تكون في مستوى 19 في الباجة 21 في جندوبة 17 بكل المنسليانة والكاف في مناطق الوساط نتوقع تزيل 14 بتالع على بالقيروان 20 بجيهة الساحل بسوسة بالمنستير والمهدية درجة الحرارة دورا في مستوى 18 درجة نتوقع تزيل 19 بسفيقس وبيوزور قرقنا سيليبوزيدة 18 15 في الجاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي تقريبا درجة الحرارة بسكون في حدود 20 في جافسة 21 في توزر في جبلي نتوقع تزيل 20 19 في جابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي لبلاد بجزيرة جربة تصل درجة الحرارة المستوى 19 21 في مندين 22 في تتوين و24 برمدى بالنسبة للملاحة والسيد البحرية رياح تكون في أغلبها مناقطع الشرقي جنوبية الشرقية فالشمالية الشرقية بكافة المجالات البحرية سرعتها بالشمال قد تتروح بين 20 إلى 30 عقودة وتتراجع ليلا إلى مستوى 10 إلى 20 عقودة البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب ليلاً بخليج حماد وبجase الساحل رياح تكون سرعتها من 10 إلى 20 عقودة بحر مضطرب إلى متموز بمنطقة الشابة رياح تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقودة وتتراجع مساء إلى إلى مستوى 10-20 عقدة البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب وبخليج كابس وأنه سرعة الرياح تكون من بين 25 إلى 30 عقدة تتراجع مساء إلى مستوى 15-25 عقدة والبحر يكون هائج إلى شديد الاضطراب كالعادة قدمكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعوسم الأجنبية نوكشة 34 درجة سماء سافية بالدار البيضاء 20 نتوقع من مواشرات نزول الأمتار متفرقة في الجزائر 17 ظهور مجموعة من السحب العبرة في ترابلوس مع درجات حرارة في مستوى 21 درجة بالخرطوم 32 بالقهرة مواشرات نزول أمتار محلية 18 درجة بالبقاء المقدسة متوقع تزيل 19 بالمدينة المنورة مكة المكرمة سحب كثيفة 27-26 بالدوحة سحب قليلة بأبوذابي 26 سماء تكون سافية في مسقى 29-21 بالكويت تقسافي ببغداد دمشق 17 درجة 19 في بيروت تقسيكون ممتر في القدس شريف مع درجات حرارة ظهرا في مستوى 14 درجة بإسطنبول أجواء مشمسة درجات حرارة تسعد إلى مستوى 13 وبأوروبا برومان توقع تزيل 19 درجة ظهور مجموعة من السحب العبرة في فيينا 17 في برلين سماء سافية بجناب بمرسيليا أجواء بردة نسبيا في بريكسيل 7 درجات 18 في بيريز وبشبه الجزيرة الأيبرية في مدريد 14 و17 براشمونة تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة خلال يوم الأربع بشكونوا معنين بأجواء مغيمة جزئيا إلى محلية كثيفة تسحب تقريبا درجات الحرارة بشتكون في مستوى 17-22 درجة وقد تصل إلى مستوى 24 في أقصى الجنوب رياح في أغلب مياه قطاع الشرقي ولتبقى قوية نسبيا في ولية الجنوب مع أمكاني ظهور ذوير رملية محلية في معدى ذلك سرعتها دون مستوى 30 كم في الساعة البحر يكون مضترب إلى شديد للثرب بخليج جابس ومتموج إلى مضترب في بقية المزالات البحرية خلال يوم الخميس مزانا معنين بتقلص تدريجي في حدث وفعل تريح وترجع سرعتها بشكل تدريجي إلى مدون 30 كم في الساعة بحر يكون قليل الاضطراب بالشمال بخليج حمات وبجية السحل ومضترب بخليج جابس درجات حرارة قد تتواصل في نفس المستوى ومتوقع ظهور مجموعة من أسحب العبرة والتي قد تكون أكثر كثافة في عدد من الولايات الشرقية معيدة شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة إلا ثلاث دقائق وغروبها في الساعة السادسة وثمان دقائق لمزيد من المعلومات والرشادات ذاكروكم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرس الجوي موقع الويب الموزع صوتي 884040 وتتفعل معنا من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات سالات اليوم الغد بمدينة تونس سالة صبح بداية من الخامسة وحدة وثلاثين دقيقة دور منتصف النهار وأربعون دقيقة سالة العسر في الساعة الثالثة وأربعين دقيقة سالة مغرب في الساعة السادسة وعشر دقائق وسالة العشاء بإذن الله في الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة شكرا على حصم تابع الاهتمام إلى اللقاء